قال المخدرات الناس بيجي لأ مش الناس طول الوقت ما هو اللي في المجال ده اللي عاديين دول هربانين برة المجال الهناك اللي عندهم ده في اسبانيا ولا مش عارف تركيا ولا كده اللي هم بيعملوا حاجات مش عارف انا تتقال ازاي يعني بحاول اختار بعض الكلمات كده في مثل هذه الظروف الوادقية ده لو احنا مرة تانية وبنشوف مع بعض كده الوادق لا يمكن لو اتكشف عليه بجد ولازم يتعمل ده في يوم ما مجدي لو سمحت على تشوف تاني وانا شغال كده بقى شغال قدامي كده عشان بس الولد ده اللص الحرامي ده هم بيعرفش بيقول ايه طبع لانه هو ما بيبقاش دريان تاني بقولك ما بيبقاش دريان ما فيش ما فيش تركيز ايه ضرب حاجة واخد حاجة ايه شم يعني شم يعني عارف حاجات من اياها فكل يوم اه او كل ساعة غير التانية كل ساعة غير التانية عشان كده هو مش انا مش انا ما اسمه ايه مش انا اه انا بقولك بمعنى كلمة مش انا انا بقولك بشكل واضح هم بيش عارف نفسه تايه طب انا كزا طب انا التالتة بتاعتهم ديت اللي هو لست انا لست انا محمد يا محمد هو محتاج اه محتاج تحليل لست بنتكلم عن معامل التحليل محتاج تحليل الناس دي تاني بقول لحضرتك هدف هو حاجة واحدة المال ثم المال ادفع ويعمل اي حاجة يعمل زي ما كده بيعمل اي حاجة ادفع هات هات اديله اي حاجة تمويل ثم تمويل ثم تمويل يعمل كل حاجة لأي حاجة وفي اي وقت حملة لا للمخدرات لازم تعملوا حملة انت لو تعملوا حملة لا للمخدرات وتجار المخدرات تشكركوا شكرا جزيلا شفكوا السبت ان شاء الله اسبوع على خير